اشتركوا في القناة تنمو بشكل طبيعي مما يعني انها تنمو على فتح النباتات الاخرى كما انها تشكل في فلنة الثعف الخضراء المنتصبة على شكل ملعقة والتي ترتفع من ورزة مركزية كما يمكن ان يكون للنباتات التي تنمو بشكل طبيعي الثعف يصل طولها الى خمسة اقدام لكن اذا النبات الذي يحتفظ به كنباتات منفلية عادة ما تشميل على الثعف يبلغ ارتفاعه تقريبا قدمين فقط وهذه الثراخص لديها معدى النمو بطئ ومن الافضل زراعتها في الرابع عن الرغم من ان النباتات المنزلية يمكن ان تنمو على مدار العرب تتميز بشعف مجفثة كتيف خضراء داكنة مميزة وهذه الميزة تجعلها تتسامح مع التقلبات في دراجة الحرارة او فترات الجفاف مقارنة بالثراخص الاستوائية الاخرى مما يجعلها اضافة رائعة الى اي مجموعة كما ان هذا النبات ينمو ببطء معتجل ويبلغ ارتفاعه الداخل النهائي حوالي 50 سنتين وموطنة استراليا كما يمكن ازالة اي شعف تالفة او ميتة بعناية حسب الحاجة مع الحرث على القيام بتدويرها لضماء النمو والشكل المتفاوي وتحسين الرطوبة اذا كانت حواف الاوراق تنميل الى التحول الى اللون البني كما انه يمكن وضعه في غرفة المعيشة على طاولة جانبية لابراض جمال اوراقها او في المكاتب اما انوايا لا يوجد شوى عدد قليل من انواع سرخص هش الطيور والتي تتميز عادة باشكال اوراق مختلفة وتشمل اسبلينيوم كريسبي واض له اوراق منفتحة على شكل ثيف واسبلينيوم اثقة له اوراق ديقة شبيهة بالاشرطة ذات حواف متمووجة واسبلينيوم تكون اوراق ذات شكل متمووج واسبلينيوم فيكتوريا لها سعف طويلة ومموجة على ثكل لسان اما كيفية العناية بنباتة اسبلينيوم بارفاتي فبالنسبة للضوء فضوء ثمت سوف تحرف الاشعة المباشرة الاوراق وتعيق الجوايا المظلمات النمو لذا حاول وضعه بالقرب من نافذة مواجهة للشمال او الشرق وتفضله الضوء المعتدي وهير المباشر ويجب تجنب بعضها في ضوء الشمس المباشر والطن العميق اما من ناحية الري فهي تحب الري جيدا في فترة النمو ولكن اقل في فصل الشتاء ويجب ان تحافظ على رطوب الطيام ولكن مع الحرص على عادة تشبع الطربة بالماء لكي لا تتعفل الجذور كما يجب تجنب الري المباشر في مركز النبات حيث يمكن ان يؤدي ذلك الى تحفيظ نمو العثم في العشو الكتيف مع توجيه الماء الى التربة لتجنب ترتيب سعر السراخص ومن ناحية درجة الحرارة فانها تستفيد من درجة حرارة المنزل الباردة المتوسطة التي تصل الى 13 درجة مئوية و24 درجة كما يمكن التحمل درجة حرارة تصل الى 50 درجة وفي الداخل تأكد من حماية النبات من النسمات الباردة مثل الهواء المنبعد من فتحة تكييف الهواء مع الحرص على تجنب النسمات الباردة لانها قد تلحق الدرار بالنبات يفضل هذا الثرخص الرطوبة العالية والبيئات الرطبة وليرفع الرطوبة حول ثرخص حش الطائر يمكنك استخدام المرتب أو يمكنك وضع وعائها على صينية مليئة بالحرص والماء ولكن تأكد من أدى وضع قاع الإناء في الماء لان ندارف قد ينتج عنه تعفو الجذور اما حاجة الى السماد فان لا يحتاج هذا النبات الكثير من السماد والتغذية فقد اضع محلولا بسيطا من حين لآخر خلال فترة النمو من الرابع الى الخريف يمكن اعطاء نثل ثماد سائل قياسي مخفف كل 4-8 أسابيع خلال موشن من النشط قم بالتخصيب مرة واحدة شهريا باستخدام سماد سائل متوازن مخفف الى نثل قوة أكد من وضع السماد على التربة وليس السحف لان الاتصال مباشر بالأثمدة يمكن ان يحرق أوراق الشجر امتنعا استخدام الأثمدة لبقية العام لان الكثير من الطعام يمكن ان يتثبت في ان يكون للثعف شكلا غير طبيعي او يتخذ لونا مصفران او بنيا اما المشاكل الشائعة في نباتات فلا يوجد مرض خطير او مشاكل آفات تؤثر عناصر خسج الطيور على الرغم من انها يمكن ان تتأثر ببعض الحشرات الشائعة في النباتات المنزلية مثل القشور حيث ان الصابون المبيل للحشرات هو افضل حل مكافحة مشاكل الآفات حيث ان المبيلات الكيموية ستلحق الضرار بأوراق هذا النبات الهش تغيير الاوراق الى اللون الاصفر يمكن ان تتسبب الشمس مفرطة في تحول اوراق الشجر في عش الطائر الى اللون الاصفر بالمثل فان الكثير من الاثمدة يمكن ان تسبب الاسفرار يتوجد فحص النباتات طوال اليوم للتأكد من انه دائما في ضروف ضوء الشمس المناسبة وضبط الاخصاب اذا لزم الامر يتحول لون السعف بشكل طبيعي الى اللون البني عند موته ويتم استبداله بالنبات النامي حديثا ولكن لو البني عناطه الحواف السعفة عاربا ما يكون بسبب النسمات الباردة يتواجب راق الصرخص التي تضرب النبات عيدا ان فتح التكييف الهواء واي نوافد او ابواب تثبت في تسريب المياه دعينا اخواني واخواتي سنكونوا قد اتممنا حلقة اليوم على امن لقائبكم في حلقة القادمة باذن الله كنتم في رعاية الله والى اللقاء اشتركوا في القناة